أنا ذكرت عن خدمات يسوع الرب يسوع المسيح كان يعلم تعليم كان يكرز بالكلمة وكان يبشر في ملكوت الله الشيء الثالث هو خدمة الشفاء وخليني قبل أن أتكلم عن خدمة الشفاء أحبائي المسيح يعني كان في معارضات من اليهود ومحاولات ضده لدرجة أنه شفى مولود أعمى في أورشاليم كان مولود أعمى وتفل وصنع من التفل طين وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان فذهب واغتسل ورجع فعلا ردله البصر ومع كل هذا الغير مؤمنين رغم أن هذه معجزة أثبتت أن يسوع هو المسيح يسوع هو فقط الذي يفتح العيون ولكن كان في مقاومة لكن لم يقدروا أن يعاندوا الآية أو المعجزة وما في يقولوا في هذا عمل سحري إلى آخره كما قيل في وقت لاحق بحسب التلمود ولكن يعني شافوا شيء في عينيهم شخص معروف عند الهيكل يعني وكان يعني دايما بشوفوه وفجأة فتح عيونه اشتركوا في القناة